تفقد المفتش العام لقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري جبهات القتال في محزام ماس شمال غرب محافظة مأرب واشاد اللواء القميري بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لدى أبطال القوات المسلحة في الخطوط الأمامية مؤكدا أهمية رضع أي تجاوزات الميليشيات الحوثي التي تحاول تقويض عملية السلام عبر ممارساتها الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الدولي والإقليمي من جانبي أكد قائد المنطقة العسكرية السادس اللواء هيكل حنتف جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لإخضاع الميليشيات الحوثية الإرهابية في حال عدم تجاوبها لدعوات السلام المطروحة على الطاولة